اشتركوا في القناة مجلس الحكومة يتدارس ويصادق على جملة من النصوص القانونية والتنظرية ويستعرض جملة من المستجدد غدا نفتتاح الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الثانية ورهان استكمال المسلسل التشريعي يطرح بإلحاح من لدن الفرق والمجموعات المجلسية البرلمان المعرض المهني الوطني للحبوب والقطاني ببرشي بأكثر من 200 رواق وخمسة اقطاب فلاحية تحمل الشعار الحبوب والقطاني أساس الأمن الغذائي انطلاقوا موسم المولى إدريس الأزهر بإقامة حفل ديني واستعراض موكب كسوة دريح المولى إدريس للمدينة العتيقة بفاس أهلا بكم تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسم أن صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله وأيد سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولايات التشريعية العاشرة بمقر البرلمان وذلك يوم غد الجمعة 22 محرم 1439 هجرية الموافق للثالث عشر أكتوبر 2017 وبهذه المناسبة سيلقي جلالة الملك عزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان مجلس النواب ومجلس المستشارين وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الخامسة من زوالي يوم غد وفي بلاغ لمجلسي النواب والمستشارين ينهي رئيس مجلس النواب والمستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة النواب والمستشارين أن الحضور إلى مقر البرلمان سيكون على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال مرتدين اللبس الوطني وذلك طبقا لمقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فليبي السادس عاهل المملكة الإسبانية وصاحبة الجلالة الملك لتيسيا وذلك بمناسبة احتفال بلادهما بعيدها الوطني وأربى جلالة الملك في هذه البرقية عن تهانئه الحارة ومتمنياته صادقة للملك فليبي والملك لتيسيا ولأسرتهم الملكية الجليلة بموفور الصحة والسعادة والهناء وللشعب الإسباني الصديق بمزيد من التقدم والرخاء ومما جاء في برقية جرالة الملك ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أعرب لكم عن مدع تزازي بوشائج الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تربط أسرتين الملكيتين وبما يجمع شعبين الجرين من علاقات تاريخية قائمة على التعاون المثمر والتضامن الفاعل والتفاهم الودي وأكد جرالة الملك حرصه القوي على موصلة العمل سويا معكم من أجل تعزيز هذه العلاقات المتميزة والارتقاء بها إلى مستوى طموحات شعبين الصديقين بما يخدم مصالحهما المشتركة ويسهم في دعم الجهود الدولية لمحاربة التطرف والإرهاب وتوطيد الأمن والاستقرار وبمناسبة احتفال المملكة الإسبانية بعيدها الوطني بعث صاحب الجلال الملك محمد السادس نصر الله برقية تهنئة لرئيس الحكومة الإسبانية السيد ماريانو رخوي كما بعث صاحب الجلال الملك محمد السادس نصر الله برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية غينية الاستوائية السيد تودور أمبيانغ نجيمان باسوغو بمناسبة العيد الوطني لبلاده ككل يوم خميس عقد اليوم مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني المجلس تدارس وصدق على أربعة نصوص مشاريع مراسين كما صدق على مقترح تعينات في مناصب عليا وتطرق لجملة من المستجدات عدل هادي الجحفي العرب النهيري ويسر توميسي في بداية الاجتماع الأسبوع لمجلس الحكومة توقف رئيس الحكومة عند المستجدات التي عارفها الأسبوع الماضي والذي تميز بالزيارة الناجحة لجهة درعة في الزيارة تأتي في إتصالة الزيارة التي تقوم بها الحكومة من أجل الإنصات والتواصل مع المنتخبين وممثل المجتمع المدني وإعطاء دفعة للمشاريع التنموية الجهوية كما توقف رئيس الحكومة عند الزيارة التي قام بها الوزير الأولى الروسي إلى بلادنا والتي توجت بالتوقيع على عدد من الاتفاقية التي شملت القطاعات الاقتصادية والتجارية بين البلدين أكد سيد رئيس الحكومة على أن هذا الأمر يعكس توجها ملكيا تمثل في الزيارة الملكية إلى روسيا في مايو 2016 والتي أصمرت توقيع 16 اتفاقية وأن هذا يعكس إرادة وسعيا نحو التوازن في العلاقات الدولية للمملكة وتنويع الشركاء رئيس الحكومة توقف أيضا عند حادة نقل النيابة العامة من وزارة العدل إلى رئيس النيابة العامة وهو حادة هام عكس استقلالية السلطة القضائية تنفيذا للتعليمة الملكية السامية عقب ذلك صدق مجلس الحكومة على أربعة مراسيم أهمها المرسوم الذي يحدد البطاقة المهنية للفنان كما صدق المجلس على مشروع مرسوم يغير مقدار رسم الاستيراد المفروض على القمح الليين ومشتقاته سيقع تقليص دين الرسم من 135% إلى 30% وهذا سيمكن من تحديد التمن المرجعي عند الخروج من الميناء في حدود 250-260 درهم للطنطة عقب ذلك قدم الوزير المكلف العلاقة مع البرلمان بعض المعطيات التي تهم الدخول البرلماني المقبل كان هناك عرض حول الإعداد المبكر للجلسات المذكورة المتعلقة بكل من جلسة الأسئلة الشفوية التي ستنطلق يوم الاثنين الساعة الثالثة والنصف وجلسة مجلس المستشارين يوم 13 ساعة الثانية والنصف وتم توقف أثناء المجلس الذي عرف نقاشا مصفيدا من أجل أولا رفع وطيرات التفاعل مع التعهدات الحكومية التي تقدم في البرلمان وفي ختم أشغاله صدق مجلس الحكومة على مقتراحة تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام دوسور المملكة افتتحت اليوم بالرباط السنة الثقافية الجديدة حدث هام يؤسس المشهد الثقافي والفني ويضمن إشعاه في كل المدن المغربية حفل الافتتاع حضره رئيس الحكومة السيد سعدين العثماني وشخصية سياسية وأخرى من عالم الفني والإبداع روبرتاج زينب أمر موش ومحمد ناصري بين ثنايا كتاب وتفاصيل لوحة تشكيلية أو أسرار بيت شعري نقف مذهولين أمام التجربة الإنسانية تجربة فريدة ستزيد إشعاعا مع افتتاح السنة الثقافية الجديدة افتتاح السنة الثقافية ينصب بالأساس على برمجة المرتكزات الأساسية المتعلقة بمجموعة من المواضيع التي سننكب عليها في وزارة الثقافة خلال هذه السنة المقبلة وكذلك سنعمل كذلك على إحداث مجموعة من البنيات بهذا الموسم الثقافي سيتم استكمال جرد وتوثيق التراث الشفاهي الحساني وكذا ترميم مآثرة تاريخية بعدة مدن بالنسبة للمواقع الأتارية هناك مشروع في الكسوس سيكون هناك ما يسمى في فرنسيا السيركويت توريستي وكذلك مركز آخر للتعريف بتاريخ مدينة طنجا أي تاريخ المعاصر لمدينة طنجا والذي سيقام بما يسمى فيلا بير دي كاريس المهرجانات التراثية والثقافية ببلادنا يبلغ عددها 22 مهرجانا وتهدف أساسا إلى حماية الموروث الأصيل والرقي بمختلف الفنون فمرحبا بالسنة الثقافية الجديدة وليحيى الضوء والإبداع بالعودة إذن إلى موضوع تتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية ينتظر أن تعرف هذه الدورة مناقشة العديد من القضايا التي تهم المجلسين في حد ذاتهما والعديد من القضايا ومن مقترحات القوانين التي تهم قطاعات عديدة محمد وهيبي عدنا الهرس وأمين شرقاوش محاور وقضايا كبرى ومشاريع قوانين تصنفها الفرق بمجلس النواب أولويات تستلزم حسب رأيها أن تطرح وتناقش خلال هذه الدورة البرلمانية وفي مقدمتها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من أهم القوانين اللي تنحرصوا باش تكون في هاد الولاية هي القانون 26 المتعلقة بالأمازيغية وبتنجيلها على أرض الواقع وهذه خدت واحد لنفتح قوس خدت واحد الوقت الطويل بزاف كين هناك كذلك قانون الإضراب هناك كذلك القوانين التنظيمية واللي تنطلبوه هنا من الحكومة باش تعمل يدها في الدينة وباش تعطي واحد المجهود أكبر للقوانين التنظيمية للإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد يخرج قانون ترسيم الأمازيغية يخرج القانون المنظيم للإضراب ويخرج أيضا مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم منك المغرب هذه مشاريع أساسية ومهمة محتاجها بلادنا باش يمكننا أن نستجبو الجزء كبير مما أقره الدستور ديال 2011 طبعا بالموازات مع هاد القوانين كنا القوانين المرتبطة بتحسين وضايات النساء يخرج مشروع القانون لمنهضات العنف ضد النساء البناء الدستوري والبناء المؤسساتي حسب بعض فرق المعارضة بمجلس المستشارين يتوقف على تسريع تنزيل المقتضيات المضمنة في دستوري 2011 والمصادق على المشاريع القوانين وضرورة تفاعل الحكومة إيجابيا مع المقترحات الحكومة الولايات السابقة الحكومة السابقة عطلت الدستور بعدم تنفيذ الفصل 86 اللي ينص على أن جميع القوانين التنظيمية اللي جات في الدستور ديال 2011 خصت تكون تم الإحالة ديالها على البرامان والمصادقة عليها خلال الولايات الحكومية والعكس اللي يوقع هو أن نبقى ثلاثة ديال القوانين التنظيمية هامة جدا لم يتم المصادقة عليه ما بعد قانون الإضراب قانون اللغة الأمازيغية والثقفة الأمازيغية والقانون ديال المجلس الوطني اللغة نحن في الاتحاد المغربي للشغل الهدف ديال التواجد ديالنا هو أننا في المجلس بثفة عامة هو أننا نضفوا البعد الاجتماعي إلى مشاريع القوانين في المجلس المستشارين نحن طبعا مرهون إلى بعض المشاريع المهيكلة منها مشروع القانون المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين اللي هو قانون تنظيمي اللي جانا من مجلس النواب كذلك كان قوانين التي تهم تنزيل أو تفعيل مبدأ المساواة لجابه الدستور على المستوى التشريعي وصل عدد مشاريع القوانين قيد الدرس إلى ثمانية عشر مشروعا وستة وثلاثين مشروع مقترح قانون سيعمل مجلس المستشارين على برمجتها أما بالنسبة لمجلس النواب فإن مجموعة المشاريع القوانين قيد الدرس تفوق العشرين مشروع قانون وحوالي أربعين مشروع مقترح قانون وهذه المشاريع موجودة باللجان الدائمة بالرباط انطلقت اليوم فعاليات الندوة القانونية حول موضوع تحصيل الغرامات والصوائر والرسوم القضائية وذلك في إطار تنزيل ورش إصلاح العدلة ببلادنا الندوة تكرس مبدأ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وفاق بندور وعبد الإله وزحيم في إطار تفعيل السياسة الحكومية الهادفة إلى محاربة هضر المال العام وتنفيذ المقررات القضائية الكفيلة بالحفاظ على الأمن القضائي وهيبة الدولة انخرطت وزارة العدل في عدد من الأوراش الإصلاحية لضمان نجاعة وفعالية تدبير ورش التبليغ وتحصيل الغرامات والصوائر والرسوم القضائية المدخيل التي ارتفعت برسم سنة 2016 لتفوق المليار و54 مليون درهم للحفاظ على مصدقية الأحكام وهيبة الدولة لا بد أن تجد المقررات القضائية التنفيذ الذي تستحق خاصة في جانب الغرامات ونحن سعادة اليوم أن نعاين أن مجهودات الوزارة أدت إلى ارتفاع التحصيل بنسبة تتجاوز 130% الريهان دينا للرفع من هذه المداخل لأننا كنا نعتبرها هي الصمام الأمن دينا في إطار الرفع من بنية تحتية لوزارة العدل نحن نشوفه لأنه عندنا في المقاربة دينا التشارك مع جميع المؤسسات عندنا واحد النهج كنا نقوله بأننا لقضاء المخلف بأكثر من 25% كل سنة في ظرف خمس سنوات تطورت المبالغ المنفذة بنسبة 133% والريهان على خفض المتأخرات في التحصيل بنسبة 25% سنويا وذلك عبر تأهيل الموارد البشرية ولا سيما مكاتب الضبط عبر محاكم المملكة كل ذلك في إطار مقاربة إصلاحية جديدة تروم الرفع من نجاعة الأداء وربط المسؤولية بالمحاسبة أخلاقيات وسلامة خدمة نقل الدم شعار وتمر العربي 11 لخدمة الدم المنعقد بمراكش بحضور عدد من الفعاليات المنتمية للمجال الصحي تظاهرة يرتقب أن تتمخذ عنها توصيات حول المبادئ الأخلاقية والقانونية التي يجب اتباعها في نقل هذه المادة الحيوية سمية بالعياشي ومعتصم بالله البعث جلسة افتتاح المؤتمر شكلت مناسبة لعرض التجربة المغربية والتي تتبنى قيم المجانية والتطوع في مجال التبرع بالدم تجربة عرفت طفرة نوعية خصوصا بعد الحملة الوطنية للتبرع بالدم التي ترأسها صاحب الجلالة شهر مارس من سنة 2013 لخسار في المواطن أنه ذكي اللي تيخلص مقابل كيس الدم وتيخلص ذكي الكيس وكيفاش تتصاب ذكي الدم أما الدم اللي تيمشي تنقله من الإنسان الإنسان بالمجانية ولهذا كان هذا المؤتمر هذا اللي تي تناول أخلاقية يعني نقل الدم باش نحافظه على هادشي كزرع الأعضاء نفس تمام وكان قانون في المغرب الحمد لله اللي تيحمي هادشي فقرات البرنامج العلمي للمؤتمر تتضمن كذلك مناقشة مواضع منها التكوين المستمر وتطوير الكفاءات من أجل ضمان السلامة الصحية في استعمال الدم ومشتقاتها مواضيع تلامس مجمل اهتمامات المشتغلين في مجال نقل الدم نحن ننظم هذا المؤتمر الذي يضم أكثر من 350 مشارك من كل الدول العربية وكذلك الأوروبية وهذا المؤتمر تظهر علمي يعني تعطي أهمية لكل ما هو ما يتعلق بتحق الدم وتقنيات تحق الدم وجميع المياد المتعلقة به التوصيات الهامة التي ستتوج أشغال المؤتمر ستساهم في دعم المجهودات الرامية للنهوض بمنظومة تحق الدم من خلال الارتقاء بخدمات نقل الدم التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بخدمات صحية أخرى لتعرف على التجربة البغربية في حماية المرأة والطفل من العنف يقوم وفد من القضاة الفلسطينيين والإداريين بزيارة لبلادنا التقوا خلالها بعدد من المسؤولين الحكوميين هذا اليوم التقى الوفد بوزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية باسيم الحقوي مجيد حلاوي وسعيد إجرسي قطعت بلادنا أشواطا مهمة حين أصدرت قوانين متطورة تحمل أسرة المغربية وخاصة المرأة والطفل من العنف قضاة وإداريون من دولة فلسطين اختاروا بلادنا للتعرف على تجربتها وقد أشهدوا بهذه التجربة وعبروا عن رغبتهم في الاستفادة منها تجربة المغربية تجربة رائدة في العالم العربي ومتقدمة جدا ونتمنى أننا كفلسطين سنأخذ إن شاء الله في القانون المغربي بهذه التجربة الغنية والمتقدمة المتطورة في حماية النساء من العنف والتعنيف هذا القانون له أهميته أولا من حيث جدته في إطار ترسان القانونية المغربية ثانيا كونه طبعا يطرح قضية المرأة بشكل عام وبالتالي يستحضر جميع العناصر التي يجب أن تتوفر لحماية المرأة أذكر هنا طبعا الجانب الوقائي والحماي والزجري وكذلك التكفولي أربعة عشر قاضيا وأربعة إداريين من المحكمة العليا بفلسطين ومحاكم الاستيناف والمحاكم الابتدائية كلهم حلوا ضيوفا على المغرب وهي زيارة تندرج في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين وفي إطار الدعم الدائم ولا مشروط لفلسطين في كل انشغالاتها اليومية والحيوية ونتابع اللحظة الجديدة أخبار الاقتصاد مع الإطلال اليومية لياسر العمراني ياسر مساء الخير مساء الخير مريم مساء الخير مشاهدين الكرام انطلقت اليوم فعاليات المعرض الوطني المهني للحبوب والقطاني في دورته الأولى المعرض يضم أزيد من 200 رواق موزعة على خمسة أقطاب ويهدف إلى تجيع المنتجين والمساهمة في الرفع من مرضودية القطاع إبراهيم أفاق وأحمد الحمري وأخيرا وبعد طول الانتدار أصبح لإقليم برشيد معرضا وطنيا مهني للحبوب والقطاني معرض جاء للتعريف بأهمية سلسلة الحبوب والقطاني التي تعد من أهم سلسل الإنتاج في الجهة وتعتبر بدون منازع خزان المغرب لهذه المواد الإنتاجية بنسبة تصل إلى 26 مليون قمطاء كما تسعى هذه التظاهر الفلاحية إلى الرفع من مرضودية هذا القطاع وبالتالي المساهمة في تحقيق الأمن الغدائي مدينة برشيد هي خزان المغرب في هذا المجال وإن شاء الله تنشوف أنها دورة فيها المهنيين وغدتكون دورة ناجحة إن شاء الله بامتياز والمشكلة لعنا في المغرب هي الاكتفاء الداتي وهذا الشيء سيجعل الحتكاك من الفلاحة لنصعده الوحيد الرندمان الذي ستكون أكتفاء الداتي لنا المكتب الوطن الاستشارة الفلاحية فهو حضر من أجل مشاركة المهنيين في بداية الموسم الفلاحي في كل ما يخص تقنيات الإنتاج وكذلك جميع حلقات سلسلة الإنتاج واللي هذه تمكننا باش أننا نوضعوا واحد البرنامج شاركة مع المهنيين بالإضافة إلى سلسلتي الحبوب والقطانية المنتوجات المجالية التي تسخر بها المملكة كانت في الأخرى حاضرة في فعالية هذه النسخة الأولى باعتبارها رافعة للتنمية المستدامة بلغة الأرقام تعتبر جهة البيضاء استرات المساهم الأول في إنتاج الحبوب على المستوى الوطني بنسبة 24% والمساهم الثاني في إنتاج القطاني بنسبة 27% نواصل الاقتصاد من مدينة وجدة وفعاليات المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامن دورة أولى تنطلق تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامن محور أساسي وفرص جديدة للتنمية المجالية بجهة الشرق أحمد بن خديجة ورشيد الاعتابي المعرض يستدف التعريف بمنتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامن التي تزخر بها جهة الشرق ودعم وتقوية القدرات التسويقية لمختلف المهنيين والفاعلين من جمعيات المهنية وتعاونيات وذلك بخلق فضاء لعرض منتجاتهم وتثمينها وتحديث أسالي بتسويقها وطنيا ودوليا اقتصاد الاجتماعي لكي يكتسي واحد أهمية خاصة في هذه المنطقة الشرقية لأن هذه المنطقة الشرقية كتعاني من عدة صعوبات اليوم معرض اقتصاد الاجتماعي التضامن في وجدة يربط بين المعرضات الاقتصادية وفي نفس الوقت منتجات الاقتصادية نفس الوقت بين البعد التقافي والتاريخي للمنطقة وغيناء هذه المنطقة في هذا المجال جهات إفريقية اللي كتشارك معنا في هذا المعرض وجوه اليوم كي يستفيدوا بهذه الجريبة ديال الجهة واللي في هذا الإطار هذا ستعقد اتفاقيات شاركة مع الجهات الإفريقية أكثر من مئتي عرض يمثلون التعاونيات والجمعيات المهنية والتعاضضيات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني تشارك في هذا المعرض فرصة أننا كان عرضوا فيها المنتج ديانا اللي هو خارف بنقيل حاصل على علامة الجودة للبيال الجغرافي المحمي وفرصة تانية أننا نبينو أن تربية الماشي يحتية قطاع فعال مديني الإفلحان الأقليمية دارتنا واحد المشروع تعتقد تسمية قطاع ديال اللوز فرقته على الفلاحة وهذا غالي تعطيهم الشتلة وتزرحها وتسقيها لمدة سنتين وتعطيها للفلاح لكي يتكلف بها العلاقة الأخوية التي تجمع بين بلدين قادتنا للمشاركة في هذا المعرض الذي يترجم الشراكة جنوب جنوب بين عائد من الدول الإفريقية على قاعدة رابح رابح كما سيعرف المعرض تنظيم أنشطة مختلفة تتمثل في إقامة ورشات تكوينية سيستفيد منها المهنيون والفاعيون في القطاع بهدف المساهمة في تقوية قدرات المشاركين وتمكينهم من أدوات تساعدهم في تطوير منتجاتهم على قاعدة الجودة والتنفسية والرفع من معاملاتهم المالية والتصريق يشارك المغرب في المعرض العالمي للمنتوجات والصناعات الغذائية والمنظم بمدينة كولونيا الألمانية اليوم نزور فيها الرواق المخصص لعرض المنتوجات النباتية من أعلام ويسين المعازي يحتل المغرب مرتبة متقدمة في تنمية نباتات العطرية بامتلاكه أزيد من أربعة آلاف نبتة تستخدم لاستخراج الزيوت والمستحضرات العطرية والعلاجية حضور المنتجين في هذا القطاع بمعرض أنوغا بمدينة كولونيا الألمانية مناسبة للبحث عن فرص جديدة للتسويق في هذا البلد وفي أنحاء مختلفة من العالم أنا الآن بجناح المغرب بمعرض أنوغا وأنا ساعدة جدا بهذا التواجد لأنني بصدد البحث عن فرص للتبادل التجاري أنا ساعدة فعلا بذلك التعرف على المنتوجات المغربية من النباتات العطرية والزيوت مرحلة مهمة في عملية الترويج للمنتوج المغربي من هنا يستعد العارضون للإجابة على كل التساؤلات التي يطرحها الزبناء المفترضون حول هذا النوع من المعروضات نحن نخدم مع أسواق متعددة في أوروبا في أسيا في أمريكا في أمريكا الشمالية أو في أمريكا الجنوبية وكانت طاقات واعدة والتي ستحقق سمعة طيبة للمنتوج المغربي قطاع واعد هو قطاع الزيوت والنباتات العطرية والطبية إذ يتم تصدير 700 طن من الزيوت العطرية سنويا ويراهن المغرب على رفع هذه القيمة من خلال البحث عن أسواق جديدة رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته الخاصة بالاقتصاد الوطني خلال سنة 2017 إلى 4.8% مقابل 4.4% التي كان قد توقعها قبل ستة أشهر وتوقعت المؤسسة المالية العالمية في تقريرها نصف السنو الأخير حول التوقعات الاقتصادية العالمية أن ينخفض نمو الناتج الإجمالي للمغرب إلى 3% خلال سنة 2018 مقابل 3.9% التي توقعتها في تقريرها السابق أما الآن فنتابع جديد نسب برصة الدار البيضاء لهذا اليوم إلى جانب المؤشرات العالمية أسعار النفط وأسعار العملات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بهذا إذن تنتهي اقتصادية هذا اليوم أما الآن فنعود لمريم لإتمام رئيسية ياسل عمراني شكرا جزيلا لك نفتح مشاهدين صفحة الأخبار الدولية حيث أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم أن ما تم الاتفاق عليه بين فتح وحماس في القاهرة يعزز ويسرع خطوات إنهاء الانقسام واستعادة وحدة الشعب الفلسطيني والأرض والمؤسسات الفلسطينية ووقعت حركتا فتح وحماس في وقت سابق اليوم اتفاق للمصالحة الفلسطينية بعد جولة حوارات برعاية مصرية عبدها بالكارات توجت ثلاثة أيام من المباحثات في القاهرة برعاية مصرية بالتوصل إلى اتفاق مصالحة بين حركتي فتح وحماس وينص الاتفاق على تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية مع بداية تجمبر المقبل بتعليمات الرئيس أبو ماذ والتأكيد يجب أن لا تعودوا إلا وأنتم متفقون يجب طيص صفحة الانكسام إلى الأبد لنوحد جهود الشعب الفلسطيني بكل قوة وفي مقدمتهم فتح وحماس حتى نستطيع مجابهة الاحتلال من أجل تحقيق الحلم الفلسطيني بإنهاء هذا الاحتلال البغيض وبخصوص مسألة الأمن الداخلي أنطل اتفاق مسؤولية إعادة ترتيب الوضع الأمني في قطاع غزة بمسؤولين كبيرين من الجانبين أما مسألة المخابرات فيكلف بها مدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج ومن المتوقع أن يقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد عودة وفد حركة فتح لارام الله بإلغاء الإجراءات التي فرضها على حماس للضغط عليها كما ينتظر أن يزور عباس غزة في غضون شهر إذا تم تنفيذ بنود اتفاق المصلحة اشتد الخناق على تنظيم داعش الإرهابي بمدينة الميادين بريف دير الزور بعدما استهدفت مقاتله عشرات الغرات الجوية أدت إلى تدمير تحصيناته ومقرة التنظيم بمواقع عدة كما مكنت من استعادة السيطرة على قرية الطيبة بينما أصفر تفجير عبوة الناسفة في إدلب إلى مقتل سبعة أشخاص أكد المتحدث باسم قوات التحالف الدولي اليوم أن قوات العراقية تتقدم بسرعة في الحويجة وبدأت علامات الضعف تظهر على داعش وأشار إلى أن قوات التحالف الدولي استطاعت بدرباتها الجوية تدمير الكثير من موارد داعش ونظوم السيطرة والقيادة ومخازن الأسلحة كما أعلنت قيادة العملية المشتركة العراقية اليوم أن عدد قتل تنظيم داعش بلغ ألف وثلاثمائة وستة عشر بالحويجة فيما أكد تحرير 7199 كم مربع من الأراضي أصدرت المحكمة الجنائية في باريس حكاما مشددة تصل إلى سبع سنوات بحق سبعة أشخاص متورطين في الهجوم على سيارة الشرطة وحرقها في مايو 2016 بباريس وسط احتجاجات لأنصارهم الذين تجمعوا خارج القاعة المحكمة أفرجت بالمقابل عن شابين كانوا متهمين بالمشاركة في ارتكاب أعمال العنف وأدانت الناشط المناهد للفاشية أنتونين بيرنانوس بالسجن خمس سنوات فيما حكم بثلاث سنوات سجنا على آخرين المحكمة أصدرت أيضا حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق الناشط السويسري المناهد للفاشية يواكيم لندور الذي ليزل هاربا بتهمة إطلاق قنبلة دخان على سيارة شرطة ارتفعت حصيلة قتلى حرائق الغابات بشمال ولاية كاليفورنيا إلى 23 شخصا بإضافة إلى مئات المفقودين مع تدمير 3500 منزل في وقت يكافح فيه رجال الإنقاذ لإخماد الحرائق التي تتأجج بفعل الرياح التي تجاوزت سرعة 60 كم في الساعة والتي أتت حتى الآن على حوالي 70 ألف هكتار من الأراضي لثماني مناطق بكاليفورنيا أعلنت إيرينا أعلنت المديرة العامة لمنظمتها اليونيسكو اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من المنظمة مشيرة إلى أنها توصلت برسالة رسمية من الخارجية الأمريكية تؤكد قرر الانسحاب الذي يعكس قلق الولايات المتحدة من متأخرة الدفع المتزيدة في اليونيسكو والحاجة إلى إصلاحات أساسية بهذه المنظمة وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيد سنوريت أن الولايات المتحدة ستشكل بعثة بصفة مراقب لتحل محل بعثتها في الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها دوليا دائما أعلن كبير مفاودي الاتحاد الأوروبي ميشيل بغني اليوم أن المفاوضات حول بريكسيت تواجه مأزقا مثيرة للقلق لكنه رأى أن تحقيق تقدم حاسم ممكن في الشهرين المقبلين كان ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظره البريطاني ديفيد ديفيس في بروكسل بعد ثلاثة أيام من المفاوضات حول شروط فصة لندن عن الاتحاد الأوروبي بعيدا عن أخبار العالم وبمدينة فاس أحيى الشرفاء والأدارس الموسمة الدينية السنوي للمولئ إدريس الأزهر مناسبة تميزت بإقامة حفل ديني بدريح المولئ إدريس وتنظيم الموكب السنوي لكسوة الدريح بمقام المولى إدريس بفاس العتيقة أذكر وأوردة صوفية هي إعلان عن انطلاق موسم الولي الصالح فاهبة ملكية شريفة تفضل بها أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصر الله إلى الشرفاء الأدارسة هنا شبع عظيمة كائمة لأن فيها إحياء ذكرى المولئ إدريس الأزهر مؤسس الإسلام بأدئي الديار والذي يعمل على وجود هذه الدكرى وبقائها حية هو سيدنا نصره الله لأنه يتبع هذا دائما وينشف على هذه الأعمال إلى ساحة بوجلود أجواء احتفالية في موكب كسوة المولى إدريس لتتوجه الوفود صوب الضريح موسم الولي الصالح المولى إدريس بيفاس يخلق احتفالاً ويحرق دينامية المدينة عبر الفرق الفولكلورية المشاركة ومعها الساكنة والزوار على حد سوى وأشرفت بعثة من الحجابة الملكية بفاس على تسليم هبات ملكية على العديد من الأسر المعوزة وبعض الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة الموسم الديني المولى إدريس الأزهر وبنفس المناسبة تم توزيع هبات ملكية كريمة بإقليم صفرو عبارة عن مساعدات وإعانات مدية لفائدة حفدت زاوية كندر سيدخيار ودريح سيد الحسن ليوسي والعديد من الأسر المعوزة وبعض الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك المردع بإقليم النواسر نظم مجلس جهة الدار بيضاء استطات لقاء تواصليا مع مختلف الفعالين المحليين والاقتصاديين لدرسة حاجة التنمية بالمنطقة وفي مقدمة التحديات المطروحة التنمية المشالية والنهوض بقطع الاستثمار وخلق فرص الشغل أمين هنوي اللقاء التواصلي هو جولة جديدة تجمع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني بالفاعلين في الإقليم للوقوف على الدينامية التي تعرفها منطقة نواصر في مختلف المجالات البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية وأيضا المشاريع الجديدة الأفقية لما لها من دور في التنمية الهدف من هذا اللقاء طبيعي الحال هو كذلك الكل يستمع للآخر باش المشاكل ما تبقاش فقط نظرية في الأوراق وتكون كذلك منقولة بالمعنين بالأمر وفي بعض الأحيان ممكن تتلقى حلول تلاقى المليوم وهذا كنظن كذلك منهج هذه العمل فإقليم النواصر يتميز بدينامية مهمة لما يزخر به من مؤهلات اقتصادية ومناطق صناعية وإنتاجية فضلا عن ضغط ديمغرافي وإشكالات تتطلب تنسيقا مع الفاعلين للتغلب عليها فمنطقتنا شيء ساسعة وخاصة تأهيل من ناحية الطرق والإنارة والواد الحار وعدة مشاريع وحنا جينا هذا النار باش ندفع هذا المشروع باش نحاول باش هذه المنطقة تتجهز وتكون جاهزة في أقرب وقت ممكن احنا جينا كفعاليين دي المجتمع المدني باش تنطرحوا المشاكل اللي خاصة بالمدينة الخصوص الحناية لخاصة بالمدينة الخضراء ركي الغازات الأكسيد الكاربون رأى تسموم رأى كل صباح كنخرجوك القوة حد خان كحل بغيناهم بغينا تسدوى السؤال وقد خالص اللقاء تواصل إلى مواصلة الحوار والنقاش وصولا إلى سن مقاربات استباقية لسن سياسة عمومية وإحداث آليات الحكامة وصولا إلى جعل المواطن في صلب السياسة التنموية الاجتماعية والاقتصادية وخلق التروة وفرص الشغل واستتباب الأمني والسلم الاجتماعي توفي اليوم بمدينة تطوان الشعر المغربي محمد الميموني يعني 82 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض وبدأ الراحل وهو من موليد سنة 36 تسعمائة والف مدينة شفشاون تجربته الشعرية عام 58 تسعمائة والف وبدأ كتاباته في الصحف الوطنية عام 63 حيث نشر أول قصائد في جريدة العلم ويعد الميموني رمزا من رموز الثقافة الوطنية وعلما من أعلام النضال السياسي والوطني في المغرب إن لله وإن الله راجعون رياضيا نجح فريق نهضة بركان في التأهل إلى دور الربع النهائي لمنافسات كأس العرش بعد فوزي على فريق الوداد الرياضي بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة إياب دور الستة عشر تفاصيل هذه الموجة في ورقات ابتسام أدريس بهدف قاتل يطح نهضة بركان بالوداد الرياضي ويتأهل إلى ربع نهائي كأس العرش في إياب دورة ستة عشر بعد الفوز بهدفين مقابل هدف واحد دون نسيان أن مباراة الذهاب انتهت متعدلة هدف لمثله هو لقاء منح فيه مدرب الوداد الرياضي الحسين عموتا الفرصة لعدد من اللاعبين بعد إقراهات الغيابات والإصابات التي طالت النادي الأحمر المباراة بدأت بضغط من كلا الجانبين خوفا من سلقي هدف مبكر قد يربك حسابات الطرفين الإفواري دهو وضع كرة على طبق مندهب للعب محمد أولاد الذي أخطأ مرمى الحارس عبد العالي المحمدي الرد على هذه المحاولة جاء من رجل طوغولي لابا لكن اللاعب عبد الطيف نصير كان في المكان المناسب أخطر محاولة الوداد سيضيعها اللاعب محمد أولاد أمام عبد العالي المحمدي خلال الدقيقة الثانية والثلاثين يتصيد اللاعب محمد أولاد لضربة جزاء بعد عرقلته من طرف اللاعب العرب الناجي داخل منطقة الجزاء محمد أولاد في الوجهة وينجح في تسجيل أول هدف بقميس الوداد خلال الدقيقة الثانية والثلاثين مهدت بركان بضوره يحصل على ضربة جزاء بعد عرقلة اللاعب بكر الهلالي من طرف اللاعب محمد وترى اللاعب لابا في التنفيذ وهدف التعادل انتهى به الشوط الأول بهدف لكل فريق التعادل منح ثقة لأبناء المدرب رشيد التوصي خلال الشوط الثاني لكنه كسر معنويات الوداد الذي يتلقى صفعة مدوية خلال الدقيقة التسعة والثمانين بتسجيل مهدت بركان للهدف الثاني عن طريق اللاعب محمد عزيز هدف الانتصار وهدف التأهل للمهد البركانية إلى دور الربع النهائي لمنافسة كأس العرش قتالية اللاعبين لبنت داخل رقعة الميدان تزكي نتيجة لحقناها اليوم كذلك تنتمنى ان شاء الله هذه النتيجة تزد تعطينا واحد دفعة معنوية لف مقابلة البطولة لف مباراة الكأس العرش كنا عواني بشأننا ندي الموسم مدان حق لقب الكأس العرش اللي غابي أخذتنا دي مدة ما تأتيش لنا نحاول ان شاء الله بش نركز على المباراة لدينا دي لالشامبيونس ليغ مقابلة البطولة بش حافظ على اللقاء بدينا والختم لم يكن مسكا لللعبين أمين عطوشي واللعب دايو اللذان تلقيا بطاقة حمراء لكن النتيجة انتهت كما خطط لها رشيد التوصي ليكون حاضرا رفقة نهضة بركان في ربع نهائي أغلى الكؤوس إلى هنا تكون نشرة قد استوفت كل موادها تذكير بأبرز محطتها مجلس الحكومة يتدرس ويصادق على جملة من النصوص القانونية والتنظيمية ويستعرض جملة من المستجدات غدا افتتاح الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الثانية ورهان استكمال المساسل التشريعي يطرح بإلحاح للدن الفرق والمجموعات المجلسية البرلمان المعرض المهاني الوطني للحبوب والقطاني ببرشيد أكثر من مئتين رواق وخمسة أقطاب فلاحية تحمل شعار الحبوب والقطاني أساس الأمن الغذائي انتلاقوا موسم المولى إدريس الأزهر بإقامة حفل ديني واستعراض موفي بكسوة ضريح المولى إدريس بالمدينة العطيقة نفاس تقموا النشر يشكروا بقاءكم معنا مشاهدينا إلى الغد بإذن الله ترجمة نانسي قنقر